هذا الماسك هذا ضروري وغزال طب 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 وكذلك عندي لكم مساج غزال واعر ديال نفخ الخدود ورفع الخدود كذلك ورفع هذه الغلاصة هذيك تكون الترخات مع الزمن كنرفعوها البنات اولا لأكيين اللي كي يغلاظو كيف تحلوها بهذا الحجم هذا غصناها مزيان وحكينا عن عصوها مزيان وهذا الكمية هذه البنات غديننا ثلاثة الايام كذلك لبنات باش منساشي جاوني تعليقات على الدائرة ديال الفم كيكونوا فيها تجاعد يعني حتى الدائرة ديال الفم كيكونوا فيها تجاعد اليوم عندي لك الحل فى هذا الفيديو هذا كنت كيوا عليا غيب شفايف ديالنا السلام عليكم كيف انتم وما لبس عليكم كنتم تكونوا باخر ولا خير فرحانين نشطانين ومضخمين ومزيانين موعمتي في حاتي اليوم جيت لكم بواحد الفيديو غزال وموفيد اكيد موفيد 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 صارحة للرجال والنساء بالنسبة اللي عندهم هنا لغيد ولي عندهم مد بلاصة هذي محفرة او منفخة يعني باثار السن او بالكمبيوتر او مثلا كنت تفرجوا بزاف زاف على التلفاز موما البنات اللي عندهم اسميرار هنا فى هذه المنطقة هذي يعني هذي خاصة للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة يعني كنتوا في السن صغيرة او لفسن كبيرة كنتم تحتاجوا هذا الفيديو هذا وهذا الماسك هذا ضروري وغزال طب 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 وكذلك عندهم لكم مصاج غزال ووعر ديال نفخ الخدود ورفع الخدود كذلك ورفع هذه الضلاصة هذي تكون الترخات مع الزمن كن رفعوها البنات او للا لبؤئكين اللي كي يغلاض وكيضعف وخما كيكونش كبير فى السن او لهادي كي ترخول الخدودات دياله وما كيكونوش معمر ولاش حاجة مهم هذي او كذلك البنات باش منساشي جوني تعليقات على الدائرة ديال الفم كيكونو فيها تجاعيد يعني حتى الدائرة ديال الفم كيكونو فيها تجاعيد اليوم عندي لك الحل فى هذا الفيديو هذا وفى هذي القليسة هذي دونك بشيوش ديالي اشي حالشي كوي سخون او ولاشي حاجة مع ذب البرد وعجية سنتيلية مزيان ما تعمليش ليا ديال القضية ديال الفرد حتى دعما نوصل الحاجة اللي غا نحتاجها هيا بس قدري متسمعيها đ Arg مش believe هâyه ها ه bang هي هذه في حالي اشفتوا معايا تمام يا اصري حكينا uma قديناها بطاطا حلوة بهذا الحجم هادا سلناها مزيان وحكيناها نعصرها مزيان و هذا الأكمية ديال البنات غديناها ثلاثة الأيام قسنا ناخذ هذ ال البطاطا حلوة البطاطا حلوة مالية تقوصة الكلاجين فنفقدوا هذه المادة عليها كيجونا تجاعد كيجونا بزرد المشاكل هنا وكذلك كيجونا هاد الحفر هاد العينين هذي كسولي محفرة مكازبقاش في حال هيدا مشيا مع بعضا موما البنات العيلة جراهوه هنا اليوم خليكم معايا هاد البطاطة اللوة ماليئة ماليئة بالكولاجين وفيتامين ساي فيتامين ساي البنات راه الشباب 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 يعني بغيتي بصرتك تكون شابة بغيتي البصرة ديالك تبقى نادرة بغيتي البصرة ديالك تبقى تحافظ على راسها وتكون عندها مناعة فيتامين ساي وراه متواجد بزفزف قطل لكم في الحاجات اللي كيكونه أورنج اللون ديالهم كيكون لتيني وكذلك في الأشياء اللي كيكون لون ديالهم أحمر مثلا الجزر مثلا البابريكا اللي هي الفلفل أحمر هي اللي مثلا البطاطة الحلوة العدس الأحمر أو الأورنج موما البنات هذي متواجد فيهم كولاجين مكترة وفيتامين ساي سفار ديال البيضاء البنات نحن باقين في اللون اللي قتليكم ديال الأصفر أو اللي تشيني أو لا الأحمر اللي تشيني يعني البرتوقالي موما البنات انتو ما كتشوفوا معايا هنأخذت سفار ديال البيضاء واحدة مع باطاطة حلوة متوسطة الحجم انتو ما عدتشوفوها معايا نوكا البنات هنغنضيفوهم على بعضهم نخلطوهم البناتة إما بملعقة ديال البلاستيك أو لملعقة ديال العود نخلطوش بملعقة حديدية علش لأن فيتامين ساي اللي حطينا فيها مادة اللي هي مثلا ديال الحديدية او مادة اللي هي مثلا من الاليمنيوم كتفقد لنا المادة اللي فيها ومكتبقاش طالحة نهائيا يعني كن بحل هاد شي كامل اللي غن تعدبو عليه بحل يمع من نوالو نوكا البناتة تركزو معايا وما نخلطوه مش بحد القدر اللي يكون مثلا حديدي او لا ديال الاليمنيوم لا نخلطوه في شي حاجة هيدا ديال البلاستيك او لا شي حاجة في حال هيدا ديال البديع موما البنات أنا نحركو بهذا الملعقة هادة اي ملعقة عندك تقدر تاخد غير اللوري دياله هذا وتحرك به مثلا ديال الملعقة الكبار اللي كان عارفو ديال ديال اللي كان نحركو بهم في الطنجرة ليانا لكانت احتاية او لملعقة بلاستيكية موما البنات كان نحاول انا نشطرح لكم ما امكان باش تتسافدون الماسك كي ما كانتستافد منه لان هادة الظلاصة هادة فعلا ملي كتغرق او لكتنفخ لكتعطي واحد المنظر مشي مزيان كتعطي واحد المنظر مشي مزيان كتعطي منظر العين مشي مزيون ديال فى هاد الفيديو هادة مهم 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 لك وحلي الى وديناتكم صنتي بتفرجي الفيديو كامل انا ما كان عارش شوش كا تفرجوا فى كاميرهitan لا ما معنك ناصحة وصافية البنات الاشيات اخرى اللي كان انحتاجة هو البنسة هنا هنا اه الشي شاي الأخضر مطحون ملعقة صغيرة نضيف الخاليط نضيف البابونج بالنسبة للشاي الأخضر ينعش لنا هذه المنطقة ويساعد المسك بسرعة هنا لدينا البابونج ملعقة صغيرة يرطب ويلمع البشرة ويحميها كثير من الشوائب كذلك للتجاعد هنا نحتاج ملعقة سمسم زنجلان مطحون بمتياز في فيتامين سي ومزيون للتجاعد درجة نقوم بعملها تحديد غزال ورائع لأنها تتحديد لها تجاعد وغرق وغرق تتجياء الشباب تجاهض أفضل تقريبا من الوصفات وإزالة سواد أو لفوق العين نحرك المكونات كاملة نحرك المكونات كاملة نحركها كاملة نحرك المكونات كاملة نحرك المكونات كاملة تكتبون الياس نحرك لديها من ثلاثة نحرك لديها منقصة نحرك المكونات كاملة لأن غير تسجيل فشيك ثانين وضعتها هنا هنا كنت سمعت المنطقة فشيك ثانين وأنتما لها بطائمة فشيك ثانين و سنتقل is it في حال عادة في هذا which means فشيك ثانين فشيك ثانين ووضعت يمكنني ان تقوم بتعبير ابناء دورة الدموية يجب أن نحركها يجب أن يشتغل معنا الماسك و يجب أن نستفده منه لأنها هي الجمال العيون جمال العيون هي هذه المنطقة وهذه المنطقة لترهلات سوف تكون صغير وحدة تكون عندها عزيمة سوف تكون ممكن سوف تكون مواد طبيعية و يجب أن نزل المادة طبيعية على البشرة و تكون متأكدة من الماسك و سوف تكون مزيونة غير التوكل على الله و النية الحسنة و سوف تجد نتائج مبهيرة نستعمل يوميا 10 دقائق يوميا 10 دقائق بالنسبة لي هنا ما نخدم لفرشة المكياج لاح تشي حاجة الفرش دي المكياج ضغياء كتب كتيرا لنا و سوف نغسلوها يوميا و أنا عارفكم سوف تجد و لا تغسلوها شي يوميا و فحالي كنحكوب بول ما فرامنا و أنا بغاكم تستافدو من الماسك بغا لي عند هذ المشاكيه هذه و كتبالي في التعليقات بغيت تستافد يعني سوف نقول جميع النصائح باش نوصل الفكرة كما هي المهم البنات سوف نأخذو غير الإصبع مهم بالأحسن البنات أنا كنعملوه بالإصبع دياله هو رسائل يعني سوف تعملي على هذه المنطقة هذي سأل على العينين على وجه ديالك لا يحتاج مشكلة وبالنسبة للبنات اللي عندهم تجاعد في الوجه ديالهم كامل و عندهم اللون ماشي موحد يعملوه الوجههم كامل المهم يوميا خاص المنطقة تحت العينين السواد نسي تجاعد الانتفاخ البنات أنا الطريقة اللي كنعملها كيفاش يعني انتنا سقدر تعمل هيدا العينينا ديالك الجوجبي يوم بلاتي البنات نعمل العينينا أخرى كنعملوه ضروري نحركوا الدورة الدموية عاد نعملوه عقلوه البنات مهم أتقولي فرحتين ناراسنا دابوسع الدورة الدموية ديالي دي سمعنا 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 نمر بلات أناش كنعمل مثلا عندي بعض المرات السويدة تفوق العيني ديالي أنا عامل الآيشادو يعني هذا ماشي هو السويدة ديالي عندي راكم عارفين عينية كيفاش عامل لوم دياله يعني فوق الجفنو هادي كان عملها هيدا قطنة وكنغطسها فيها وكنننزلها على العينينا ديالي ماشي هادي كبيرا لا عندي وحدة صغيرة تكون صغيرة أو لا كتعملها وكتقطع على جوج ديك الدائريك تقطع على جوج تغطسها هنا وكتعمل وحدة ملتاحة وحدة ملتاحة وحدة ملفق هاد المادة هادى اللي كتقطتها بطلة ساعة من اللي تعملي القطنة سمعوها البنات من اللي تعملي القطنة حيث بزر دي البنات كيدوزولا فيديو خسارة وليه هومزل ماما مشي مشكي وكتتتسولك في التعليق وخا غادي تجاوبيها ما غاديش فهمكتر بحال صوت وصورة وشرح مهم وحدكة الطرنش الصغيرة اللي كتتكون نقسمها على الجوج كان غالط ساك نعمل الطرف التحتاني هنا والطرف فوقان هنا او لا انا كنعملها دائرية وكنعمل هيدا وكنستلقي كانت كهيدا وحد الربوع ساعة كانت بالقطن 10 دقيق يوميا من اللي تحس بأن العوينة ديالك رجعوا شابين رجعوا مبقاش فيهم سويدات مبقوا مش تجاعد عمرتلك هاد اللاصة هادي الحمدول الله والشكره لله ولا فيها كولاجين ولا تفيع حياة ولا تفيع نظارة صفات رجعت غزالة ساعتك تبقى تعمليه يومين في الأسبوع يعني جد النوبات في الأسبوع تبقى ديك ساعتك تعمليه ولا التجاعد ولا ديك يروينا هاديك اللهم ما جوج مرات في الأسبوع ولا ترجعي ديك الحالة هاديك مؤمن من بعد كاز بقيت عملية مرة في الأسبوع سافحت ما كيبقاش عندك ديك المشكلة وكتنعي منه ونرجع معكم دوز عشرة ديال الدقائق وهاي أنا معاكم قمت ثم المهمة في في حاتي بعد مجالسة عشرة ديال الدقائق قم ساحتوا البنات ومن بعد لك عندك الماء الوردة الماء الوردة من بعد غسلي غابة دافئ عادي لا تغسليش بالماء بارد لأن هذه البلاسة هذي شوية عندنا صنصيبل وبالاخرس كني بزيب دي البنات عندهم منطقة صنصيبل هذا الماسك هذي يصلح الجميع أنواع البشرة سواء كانت صنصيبل او كانت مختلطة او كانت عادية المهمة البنات من بعد غادي تعمل الماء الورد لأنه كيرطب كيرطب عمق وغا تعملوه هنا عرفتوا البنات هذه البلاسة هذي غادي تجمع وغادي تجبد وغادي تعمر لكم كل مرة على مرة غادي تحسي بالنتائج كترضيك ونتائج اللي يغذال مهمة البنات غادي تجوزوا المشكل ديال التجاعد حول الفم وكذلك ترهول الوجه وترهول الخضوط هذي العيبة هذي اللي غا نعملوه هذا المسهج هذي غادي نعملوه واعر 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 البنات مهمة البنات مهمة البنات فلحب يجب ان يكون هيدا كبير لا هذي البالونات الكبارين لانه ممكن تنفخوا بزاف وهذا كان عملوه الرياضة العضلة الخضوط هذي العضلة هذي دي الخضوطت كان عملوه لها الرياضة وكتقصح لانه ما يكترخي لنا ديال البشرة وكذلك ترخونا الخضوطت مكترخونا مجموعين وملكترخونا هذي الشكل هذي اللي يكون هنا هذي اللي تكون مدلية وكذلك يساعد هذه المنطقة هادية باش ترهلينه وكي يولي عنا الدقن المزاوج وكذلك البناس غنعطيكم حل لها فلاصة هادي كيفش غنعملو لها رياضة دابا دونك تصنتوا معايا وركزوا مزيان اول حاجة غننفخوا البالون ماللي كننفخوا كنكونو كنديرو رياضة اللي حنكين ديانا دونك تصنيف نفخوا بها دونك تصنيف نعمر الهواء من هنا نعمر الهواء و نضغط فتفتوها البنات كنت عملوه تلجية اخرى البنات شفتو تدور الدموي في داتة دلتا تحمر دور الدموي كتتحرك كان عملوه تلجية اخرى البنات عملوه تلتة ديال مرات في الأسبوع ترفع لنا الحنيكات والعضلة العضلة تقويها يعني تقليها شابا أنتم لا تعرفوا الإنسان الذي يعمل رياضة ليس هو الإنسان مثلا من الذي يعمل رياضة الكرش تقصح وصدر يطلع يعني إحتاهنا الخضوط عفيهم عضلات يعني عندكم العضلات يلخدمناها ومزيان رأى الوجهة دي أنك يبقى شاب ويبقى غزاء للبنات وعن تجربة المرة الأولية تحسب حلقة على الحم عادي بحل مكتبشي للرياضة من مرة على مرة على مرة سوف تحافظ على الشباب وخديودات وكذلك تنفخ الخديودات على البنات سوف تنفخ الخديودات وطلع نتائج غزال عليها بحالي عاملة الشد والرفع والبوتوكس بالنسبة للتجاعد حول فم سوف نعمل هذه الطريقة سوف نضغط لها ونحاولوا من خرجوش النفس لماذا نعملوا البالون شخص على الزعمة نحاولوا نخليوا فيها نعملوا عن عملوا عن عملوا حتى تقريبا هذي كتولي الحجم ديلا صغير ور كترجع السيتوا ممكن نعملوا هيدا هيدا كنتكيو على غيب الشفايف دينا ماشي بسنان غيب الشفايف هذه كتتحيدنا التجاعد لحول الفم وكذلك تنقص لنا من هاد المنطقة و تعود رسال دقن المتزوج لان هذا الكلام قد تحرك 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 و تعود للفيديو عن الواجه يمكن ان تبني ان اعجاب لكم نتبعه رغزال واعر ومفيد وحصري على القناة ديالي ودائما كي الجديد وباقي كي نطوب ديال طوب ماجين فيديويات يا البنايات مش داليكم شي فيديويات الروح 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 ده الروح ده الروح وأكيد غادين يعجبوكم أي حاجة كتبوا لي في التعليقات مرحبا بالانتقادات ديالكم مرحبا بتعليقات ديالكم مرحبا باللايك ديالكم ولكن تبقى مشتركش نزلي ده بشتركي لأن اللي ماجي واعر ما تساوش تابعوني على الانستغرام البنات نفس الاسم ديال القناة في فيستارلوك تابعوني كذلك على الانستغرام لأنا مقنز لكم حاجات مزيونين تماما كذلك مواما بنات خليت لكم الراحة مزخيت شي بيكم وحبوكم بلا حدود البنات كنت من لكم الراحة والصحة والهناء موح لكم إلى الغد بإذن الله